القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش هذه بشارة نبوية سعى لتحقيقها كثير من الصحابة والتابعين مدينة استحال على المسلمين فتحها بسبب فحصيناتها القوية انتظر المسلمون ثمانية قرون حتى يحقق هذه البشارة ويفتح القسطنطينية وكانت من الصعوبة لموقعها المتميز الذي جعلها أحصن مدينة عرفها التاريخ ومن أجل فتحها كان لزاما على المسلمين أن يفتحوا كل مدن الدولة البيزنطينية وكان أولها سنة 44 للهجرة وذلك في خلافة معاوية ابن أبي سفيان وصولا لمحمد الفاتح كل هذه المحاولات لم تنجح كانت هذه المدينة عبارة عن شبه جزيرة محاطة بالمياه من ثلاثة جهات بحر مرمرة ومضيق البسفور والقرن الذهبي ومحاطة بالأسوار العالية من جميع الجهات حتى التي في كل على المياه وفي الجانب الغربي وهو الجانب البري الوحيد للمدينة كان طول السور يصل لسبعة ونصف كيلو مترا متصلا ولم يكن مجرد سور كبير بل كان مكونا من ثلاثة أسوار مرتفعة يفصل كل سور عن الآخر مسافة عشرة أمتار وكان الجانب الشرقي مغلقا بسلاسل ضخمة لمنع الدخول إلى القرن الذهبي وكانت السفن البيزنطينية تدخل وتحمى به ويرفع بعدها السلاسل وعليه فكان محاصرة المدينة من هذه الجهة أمرا مستحيلا وكانت المدينة كلها مؤمنة اشتركوا في القناة فهذه التحصينات والتدابير المحكمة جعلت هذه المدينة أحسن مدينة عرفها التاريخ وجعلت محاولات فتها تبوء بالفشل وبدأ فتحها بأهد محمد المفاتح الذي حكمت دولة العثمانية وبدأ حكمه بالهدى والمعاهدات مع أعدائه حتى يتفرغ لعدو واحد وهو القسطنطين الذي نقب أهده مع الدولة العثمانية واستمر السلطان لمدة سنة يستعد للفتق فجمع جيشا ضخما وجهفز الجيش بأقوى وأحدث الأسلحة مثل البنادخ والتي كانت قفرة وقتها والمدافع والبارو وأنفق أموالا كثير على هذه الأمور ولم يتفي بهذا فقط فقد أحضر مهندسا مجريا وأعطاه ضعف المال الذي طلبه ذلك من أجل أن يصنع مدفعا ضخما وفعلا نجح في عملية التصنيع خرج المدفع السلطاني للنور وكان المدفع لم يعرف العالم مقتهى ووصل مدى القذيفة الواحدة لأكثر من ميل ونجح السلطان بأن يمشئ أسخولا بحيا من الصفر خلال أربعة أشهر فقط الأمر الذي جعل المؤرخين حينها يعتبرونها معجزة وكان في أضيق نقطة في مضيق البسفور وقف ليقطع أي إنجادات يمكن أن تصل لكسطنطينية قوة البيزنطينيين حينها لم تكن لتقارب بقوة المسلمين ولكن لديهم ميزة المدينة المحصنة وكان عندهم أسخول صغير ليقف في القرن الذهبي قرابة 26 سفينة وعندما وصلت تجهيزات الفاتح لحاكم المدينة وهو قسطنطين الحادي عشر حاول قسطنطين وقتها أن يرشي مجموعة من مستشاري الفاتح لكي يؤثر على قراره ولكن هذه المحاولات فشلت لأن إصرار الفاتحة كان أكبر من أي شيء بعدها قام قسطنطين بإغلاق أبواب المدينة واعتقل المسلمين الموجودين فيها وأرسل إلى الفاتح يقول له أنه سوف يدافع عن المدينة إلى آخر قطرة دم منه وبدأ الاستعداد للقتال وشحن المدينة بالمؤن والذخائر ولم يكتفي بذلك فأرسل إلى أوروبا ليطلب المدد وفي الجانب الآخر كان الفاتح أعطى الأوامر بتسوية الطريق من أدران للقسطنطينية وبعدها بدأ الجيش بالتحرك ومعه الأسلحة والذخائر وطبعا المدفع السلطاني الضخم أمر الفاتح قائد الجيش الإسلامي وقائد الأسقول بالتحرك ووصل السلطان للمدينة وأول شيء فعله أنه نصب خيمته أمام بوابة سانت رماس وصلى ركعتين لله بعدما قام بتوزيع القابة والجنود فأعطى الأوامر محمد الفاتح بردم عجزاء من الخنالق وبدأ بقصف المدينة وتفاجأ الجميع بقوة وبقامة المكفع العثماني واستمر القذب لمدة أسبوعين